شايفين المكان الجميل قوي ده ده اسمه سهل حشيش موجود عندنا في مصر يا طرفين كمان شايفين الشاطئ الرائع ده ده اسمه هورجا ده بيتش كمان شايفين المكان ده ايوا ده رحلات السفاري السفاريز بتبقى فين في الصحراء الكبرى كل ده موجود عندنا في المدينة الجميلة بتاعتنا اللي هي مدينة الغردقة هورجا ده موجودة عندنا في مصر طب شايفين كمان البيت لشكل غريب ده اه شكل غريب ليه لانه مقلوب البيت المقلوب مقلوب ازاي ايوا مقلوب كل حاجة فيه من جوة عاملينها كده مقلوبة ده اللي مخلي شكل غريب كمان شايفين ربعيتز دي ربعيتز اللي هي المراجيح الجميلة قوي دي كل الحاجات دي موجودة فين ده اللي هنعرفه في الدرس بتاعنا ان شاء الله السلام عليكم هلا افريبادي اهلا ابناء وبناتي برعام الصف الرابع الابتدائي هنكمل دلوقتي ان شاء الله مع بعض منها كناكت فور عندنا ايانة فورد الوحدة الرابعة واتوضع طائد الف زيانة حنوانها كان ايه وير دي يو ليف وير دي يو ليف يعني اين تعيش هنكلم دلوقتي ان شاء الله عن لسن فور الدرس الرابع اللي هتعلم فيه رايتينج الكتابة هنعرف ازاي نكتب ان ارتكول يعني مقالة عن ابليس عن مكان لو عايزين تشوفوا الدرس اللي فاتت هتلاقوا ان شاء الله الرابط بتاعه بصندوق الوصف وكمان هسيب لكم رابط صفحة الفيس يوتيوب وانستجرام وتويتر ولينكتين وكمان رابط التليجرام اي استفسار بعطولي ان شاء الله رض عليكم يلا نشوف الدرس بتاعنا نمبر وا ماريامز ارتكول ماريامز ارتكول يعني ايه ماريامز ارتكول كلمة ارتكول يعني مقالة زي مقالة في جريدة او حاجة بيقول لي اقرأ المقالة بتاعة ماريام ماريامز هنا حطي الله apostrophe s بنسميها possessive s يعني apostrophe s الملكية معنى كده ان المقالة دي بتاعت مين بتاعت ماريام ملك ماريام ماريامز ارتكول عملوا مقالة عن ايه بقى about her gada about يعني عن her gada اللي هي مدينة الغرداء عملوا مقالة عن مدينة الغرداء and complete the table يعني مفروض هنقرأ الارتكول الاول وبعدين نكمل التابل اللي هو الجدول اللي احنا شايفينه ده طب التابل ده مطلوب اننا نطلع في معلومات زي ايه اول حاجة شايفين study study يعني المدينة اسم المدينة ايه her gada تمام عرفنا ان هي بتتكلم عن her gada فهو كتب لي الحل هنا her gada تاني حاجة مفروض هاطلعها وحطها هنا where is it where where يعني اين يعني مكانها فين يعني الغرداء دي مكانها فين اصلا مفروض بعد ما نقرأ الارتكول هنكتب هنا هي فين where is it ايه كمان المعلومات المطلوبة ان انا اخرجها من الارتكول من المقالة اني اعرف how many people live there how many people يعني كم عدد السكان اللي عايشين هناك برضو اخد بالي وحنا بنقرأ الارتكول نعرف كم عدد السكان ايه كمان information تانية مهمة معلومات تانية مفروض نعرف ايه interesting things in hergada يعني الاماكن الشيقة الاماكن الحلوة اوي اللي في الغرداء مفروض هنعرف هي ايه ونكتبها هنا يلا نقرأ مع بعض بقى الارتكول شايفين هنا بيقول لنا هنا ايه شايفين البنوتة دي الاول مين ايوا this is mariam دي mariam عمل لنا ارتكول يعني مقالة ده شكل المقالة طيب شكلها كده بس لا فيه حاجات كمان نقرأ كده مع بعض الاول hergada my town يعني الغرداء مدينتي ده عنوان المقالة بتاعت ماريم يبقى هي عيشة فين in hergada في الغرداء نشوف بقى ماريم اتكلمت عن hergada ازاي اتكلمت عن المدينة بتاعتها ازاي اول حاجة قد نمتلنا نفسها فقالت hi i am mariam اهلا انا ماريم بعدين قالت i live in a city called hergada يعني نعيشة في مدينة called يعني تسمى ايه بقى hergada بتسمى الغرداء طيب it's in the east of egypt بتقول مكانها فين بقى مكان hergada او الغرداء مكانها فين in the east of egypt يعني في شرق مصر يعني لما نشوف هنا الماب hergada on the map حطت لنا ماريم هي اللي حطت لنا هنا الصورة بتاعت الخريطة وعرفتنا ان hergada في المكان ده في شرق مصر in the east of egypt on the red sea on the red sea يعني على البحر الاحمر ايوه هي هنا هي على البحر الاحمر فعلا طيب ايه كمان it's a big city يعني مدينة كبيرة انها مدينة كبيرة and about 190,000 people live here يعني حوالي 190,000 شخص عايشين هناك بعدد السكان هناك قدي ايه بقى 190,000 190,000 ايه كمان بتقول لي in hergada في الغرداء عندنا ايه there is a beach يعني يوجد هناك شاطئ شاطئ جميل زي ما شوفنا كده في الاول اسم hergada beach شاطئ الغرداء هناك شاطئ جميل جدا and there are lots of interesting things to do يعني في هناك حاجات شيقة جدا interesting things حاجات ممتعة وشيقة ممكن نعملها هناك in hergada زي ايه بقى there is the sohary desert يعني هناك الصحراء الكبرى where lots of tourists tourists اللي هم السياح go on safaris safaris اللي هي رحلات السفاري السياح بيروحوا رحلات السفاري او غير السياح كمان بيعملوا safaris in the sohary desert في الصحراء الكبرى هناك ايه كمان تقول لنا we have سهل حشيش سهل حشيش ده مكان هناك in the south of hergada في جنوب الغرداء شايفين شكله جميل ازاي السهل حشيش يبقى ما سهل حشيش ده فين in hergada in the south of hergada في جنوب الغرداء it has some beautiful houses في بيوت جميلة او زي ما احنا شايفين كده الشكل الجميل ده and interesting bazaars bazaars اللي هي ايه فاكرين البazaar ايه البazaar اللي بقى فيه كده تحف وانتيكات جميلة كده يبقى السهل حشيش في bazaars وفي beautiful houses دي كانت اللي كتبت لنا من صدقتنا مريم شايفين هي استخدمت ايه هنا وهي بتكتب ايه ايه شايفين انها استخدمت مجموعة كتير من الصور وضحت بيها الكلام بتاعها وكمان وهي كتبت لنا الكلمات فيه كلمات كده كتبتها ايه in bold bold يعني ظهر خط تقيل مليه كل ده هنعرف بعد شوية ان شاء الله يلا الاول نجاوب على القص بتاعتنا الاسئلة اللي على المقالة بتاعت مريم سادي عرفنا ان المدينة اللي بنتكلم عنها هي هرجادة الغرداء ها number two where is it where is it اتفاقنا where يعني ايه من فاكر yes where يعني اين مكانها فين هرجادة ايوه احنا عرفنا ان هي it's in the east of egypt يعني في شرق مصر on the red sea يعني على البحر الاحمر السؤال اللي بعده how many people live there how many يعني كم العدد كم عدد الناس هناك كم عدد السكان هناك ايوه عرفنا ان هما about 190 thousand people يعني حوالي 190 الف شخص كمان عندنا ايه interesting things in hergada الاشياء الشيقة اللي ممكن نعملها in hergada ايه ايه الحاجات الحلوة اللي هناك ايوه عندنا السحراء الكبرى اللي بنروح فيها سافار وكمان عندنا السهل حشيش المكان الرائع دوات اللي في بازار و beautiful houses يبقى كده كملنا الجدول بتاعنا اللي في معلومات عن hergada تشوف عايز نقرأ النص تاني ونكمل الاسئلة دي هنا number one هنا ايه اللي نقص ده question او سؤال بيقول lives in hergada والاجابة بتقول مريم يبقى مفروض احنا بنسأل هنا عن ايه عن مين اللي بيعيش في hergada مين اللي عايش في hergada قال لنا مريم هي اللي عايش مريم دي شخص عاقل طالما هي شخص عاقل بنسأل عن الشخص العاقل بادات استفهام اسمها من من دي اسمها ايه بقى اسمها هو يبقى من يعيش في الغرداء والاجابة مريم نروح على number two برضو هنا هنجيب اداة الاستفهام المناسبة هعرف ازاي اداة الاستفهام المناسبة من الاجابة بيقول is hergada والاجابة بتقول it's on the red sea يعني هي على البحر الاحمر طالما هي على البحر الاحمر ده مكان ولا زمان ولا ايه بالضبط ايوة ده place يعني مكان طب ايه هي اداة الاستفهام الاستفهام اللي بتسأل عن المكان اوه ده احنا عارفان اللي هي اين اين يعني ايه where تبقى where is hergada والاجابة it's on the red sea هي على البحر الاحمر number three mariam like living in hergada والاجابة بتقول yes she does اوه هنا بقى السؤال الاجابته ايه yes وبعدها she does السؤال اللي اجابته yes or no بيبقى بدق بايه ما بيبدأش بكلمة استفهام لكن بيبدأ بفعل مساعد طب هاعرف منين بقى ايه هو الفعل المساعد من الاجابة طالما هي yes she does يبقى السؤال كان بفعل مساعد ايه هنا بفعل مساعد does لان ما بجاوب على السؤال ده بقول yes or no بنعكس اول كلمتين يبقى انا لما لقي does في الاجابة معناها ان السؤال كان بادق برضو بdoes يلا number four is in sahel حشيش قال لنا some beautiful houses some beautiful houses منازل جميلة منازل الجميلة هنا تعتبر اشياء غير عاقل بسأل عنها بيقول ايه اللي موجود في سهل حشيش ما الموجود فيها ما او ماذا يعني what what's in سهل حشيش والاجابة some beautiful houses بعض المنازل الجميلة how does mariam make her text interesting بيقول لي هنا ايه رأيك كده ازاي ماريام خلت text text اللي هو النص بتاعها المقالة بتاعتها الارتكل دي ازاي خلتها interesting يعني شيقة او ممتعة check the items she uses يعني الحاجة اللي هي استخدمتها نحط قدامها علامة صح يلا نشوف مع بعض a photo of her يعني حطت في الارتكل بتاعتها صورة لها او فعلا ده هي حطت a photo of her فعلا حطت هيبقى هنا check number two عندنا كمان drawings يعني استخدمت رسومات هي رسمت حاجة بإدها لا ملقينا هاش رسمت حاجة طيب استخدمت photos photos اللي هي الصور او فعلا ده جايب صور جميلة قوي اللي الرجالة والاماكن اللي فيها يبقى هي استخدمت photos ايه كمان a map map خريطة حطت لنا map yes حطت لنا map فعلا استخدمت الماب طيب استخدمت a diagram شكل توضيحي ولا رسم بياني او حاجة من دي لا ما استخدمت دي طيب استخدمت interesting facts يعني حقائق شيقة اه فعلا قلت لنا حاجات حشيقة جدا موجودة في هرجادة في الغردقة يبقى دي الحاجات اللي استخدمت ها ماريام عشان تخلي التاكست بتاعها interesting النص بتاعها هيكون شيق ايه هي نحطت افوض صورة ليها كمان استخدمت فوض الصور للمكان اللي بتتكلم عنه زي الاماكن اللي في هرجادة في الغردقة كمان استخدمت بخريطة عشان توضح مكان البلد بتاعتها على الخريطة وحطت لنا interesting facts حقائق شيق عشان تخلي المقال بتاعها ممتاز read and discuss بيقول اقرأ كده ونائش number one how many paragraphs اللي هي الفقرات كم فقرة كتبت كم فقرة في الاورتكال بتاعتنا لو بصينا تاني الاورتكال بتاعتنا هنكتشف انها كتبت two two paragraphs فقرتين الفقرة زي ما احنا عارفين لما منخلص الفقرة وقول حط نقطة كده وبعدين نيجي نبدأ من اول السطر من جديد لا دي بقى اسمها paragraph يعني فقرة جديدة يعني ماكملناش السطر الاخير وبعدين بدأنا من الاول ثاني من اول السطر الجديد يبقى دي بدأ نا فقرة جديدة number two why does مارييم use bold تكاست تفتكروا هي ليه استخدمة bold تكاست اللي هو الخط العريض bold زي ما كلمة bold مكتوبة كده شايفينها خط تقيل عن باقي الحروف ليه استخدمت بعض الكلمات in bold بالخط التقيل ده متظهر عليها كده عشان توضح لنا ايه to highlight interesting information عشان تسلط الضوء على المعلومات الشيقة يعني وضحت لنا الكلمات دي عشان تعرفنا ان الحاجات دي مهمة وشيقة جدا دي اهم حاجة في الباسدج بتاعتها مثلا يبقى انا عشان اكتب تقرير عن قرية او مدينة ايه الحاجات اللي انا مفروض اعملها steps to write an article الخطوات دي يعني نجمع معلومات عن المدينة اللي انا هتكلم عنها بعد كده find answers to these questions الاقي ادور على اجابات للاسئلة دي مفروض ان انا هتكلم في المقالة بتاعتي عن مدينة يعني اعرف عنها الاسئلة دي ايه اول حاجة where is it يعني هي فين مكانها فين زي ما شفنا ماريوم قالت لنا موجودة فين بعد كده هعرف كمان عدد السكان هناك كمان هقول ايه ايه الحاجات الشيقة في المدينة اللي انا هتكلم عنها كمان بيقول ان انا ممكن استخدم use some words in bold في بعض الكلمات استخدمها in bold بخط متظهر عشان اثبت اهميتها use a photo of the city حط كمان صورة للمدينة اللي هتتكلم عنها كمان use photos of some famous places in the city وكمان حط صور لاماكن مشهورة في المدينة اللي هتتكلم عنها وفي الاخر write about your city or village بعد كده تكتب الparagraph او الارتكل بتاعتك عن القرية او المدينة اللي هتتكلم عنها بيقول بقى do you want to go to her gada تحب تروح الغريضة why وليه هتفتكر do you want to go to her gada طبعا كتير مننا هيقول ايه yes of course ايوة طبعا عايزين نروح رجادة طب why ليه عشان ايه لانها it's an interesting place يعني هي مكان شيق جدا يلا نشوف مع بعض read alix article about bryden and complete the table بيقول لي بعد الوقتي اقرأ المقالة اللي كتبها مين صدقنا اسمه alix ماشي كتبها عن ايه عن bryden bryden دي مكان فين مكان في انجلند هنعرف دلوقتي في بريطانيا نشوف بقى الاسئلة اللي انا مفروض هجاوب عنها بعد مقرأ article اول حاجة town المدينة يبقى دي town مدينة مش كبيرة قوي اسمها ايه bryden 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 طيب where is it مكانها فين كمان مفروض هعرف how many people live there عدد السكان هناك ايه كمان interesting things in bryden يعني الحاجات الشيقة اللي موجودة في bryden يلا نشوف الarticle بقى بتاعتنا ونعرف ايه الحاجات اللي هناك اول حاجة ده صدقنا مين alex alex بيكلمنا عن bryden my town bryden اللي هي مدينتي يبقى هو عايش فين في bryden بيقول لنا بيقدم لنا نفسه كالعادة hi i'm alex اهلا اسمي alex i live in a city called bryden يعني انا عايش في مدينة اسمها bryden فين بقى المدينة بتاعته it's in the south of england موجودة في جنوب انجلترا شايفين هنا جاب لنا برضو الماب بتاعتها bryden on the map ووضح لنا مكانها هنا في جنوب انجلترا بيقول كمان it's a small city هي مدينة صغيرة and about two hundred thousand people live here وبيعيش فيها حوالي 200 الف شخص شايفين كده ده كده باريجراف فقرة خلصت عشان هنبدأ بقى حاجة جديدة فكرة جديدة in brighton there is a beach في brighton عندنا beach beach يعني شاطئ نسمي brighton beach ودي صورة ليه هو حطنا هنا صورة لbrighton beach شاطئ brighton ايه كمان and there are lots of cool stores عندنا كمان متاجر محلات جميلة جدا and restaurants restaurants اللي هي المطاعم lots of tourists come to my town كتير من السياح بيوجو المدينة التاتي to go to the beach عشان يروح الشاطئ الجميل ده ايه كمان we also have brighton pier brighton pier اللي هو رصيف brighton ده رصيف مشهور جدا اسمه brighton pier رصيف brighton موجود ومشهور بالملاه اللي فيه والمراجح اللي فيه there are many games and rides for children here يعني موجود هناك العيب ومراجح جميلة للأطفال في المكان ده اللي هو brighton pier we also have a very unusual house عندنا كمان بيت غريب جدا in brighton في brighton اللي هو the upside down house اللي هو البيت المقلوب it's great fun يعني ممتع جدا زي ما شفنا في بداية الفيديو صور اللي من جوه وعرفنا ان كل حاجة فيه upside down يعني مقلوبة يبقى صادقنا اليكس كلمنا دلوتي عن مدينته اللي هي brighton brighton يلا بقى نكمل المعلومات بتاعتنا اول حاجة town المدينة عرفنا ان اسمها ايه brighton where is it مكانها فين اوه احنا عرفنا ان هي in england فين بقى بالضبط in the south of england يعني في جنوب انجلترا how many people live there كم عدد السكان هناك اوه عرفنا ان هما about two hundred thousand people حوالي 200 الف interesting things in brighton ايه الحاجات اللي شيقوا هناك في المدينة دي اوه عرفنا ان هناك brighton pier اللي هو الرصيف بتاع brighton اللي فيه رايدز الملاهي والمراجيح الجميل اوي وكمان upside down house اللي هو البيت المقلوب دلوقتي بقى جدورنا احنا بيقول لنا think about your village or said يفكر في قريتك او مدينتك do research اعمل بحث and complete the table وكمل الجدول ده اولا هنكتب اسم السدي او القرية او المدينة بتاعتنا هنكتب اسمها هنا بعدين where is it وهي مكانها فين how many people live there عدد السكان هناك واخر حاجة interesting things in my city or village الحاجات اللي شيقوا في مدينتي او في قريتي ناخد كده مثال ازاي نكتب عن المدينة بتاعتنا او القرية بتاعتنا بيقول لي اول حاجة هبدأ ان انا اقدم نفسي زي ما شفنا اصدقائنا دلوقتي اليكس و ماريم بيقال لنا hi i'm وقل اسمي بعد كده هقول i live in a city or a village cold هقول انا عيش في مدينة او في القرية cold cold ايه بقى وكتب اسم المدينة او القرية بتاعتي كمان بعد كده اقول هي فين it's in موجودة في اما اقول south of east of north west of في جنوب في شرق في غرب حسب الموقع اللي انا هقوله وبعدين اجيب اسم المدينة او هي في جنوب ايه او في شرق ايه جنوب مصر مش من شمال مصر وهكذا بعد كده اجيب عدد السكان فهقول كده about يعني حوالي واكتب عدد الناس عدد السكان وقول people live here ناس هن العيشة هناك اقول there is a اكتب بقى الهشي اللي بتميز المكان عندي او متميز مدينتي او قريتي اقول there is a واكتب هو ايه الموجود عندي there are lots of لو عندي اشياء كتيرة شيقة او اشياء حلوة كتيرة بستخدم there are لانها بتيجي مع الجمع we don't have قول ما عندناش كذا but we have لكن عندنا كذا دي جمال اضافية لكن الاساس اننا نتكلم عن ايه اسمي اسم المدينة او القرية بتاعتي مكانها فين عدد السكان والاشياء اللي بتميزها ناخد مثال بقى بيقول هنقرأ ونكمل وهنكتب هنا عن المدينة او القرية بتاعتنا هنختار هنا موضوع ايه بيقول لي هنا hi i am انا هقول مثلا hi i am علي انا اسمي علي واتفقنا ان احنا هنحط صورة لنا فنحط هنا صورة صدقنا علي i live in a city or village هاختار بقى انا عايش في سدي ولا village called انا اخترت هنا كلمة ايه ما دي واحد سيوة 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 متعتبرش village متعتبرش قرية هي an oasis واحة لكن متعتبرش village it's in هي موجودة فين اه يبقى تاني حاجة ان انا هجيب map يعني خريطة سيوة on the map احطها كده على الخريطة واقول مكانها بقى مكانها فين it's in the west of egypt يعني في غرب مصر في المكان ده كده يبقى تاني حاجة حطيناها من الصور زي ما اتفقنا نحنا في article بنحط صور عشان نوضح كلامنا ونخلي المقالة بتاعتنا interesting يعني شيقة about people live here لما نبحث هنلاقي عدد السكان هناك حوالي 35,000 يعني 35,000 بعد كده بيقول لي there is a موجود ايه هناك عندنا a pigeon house بس احنا بنختار حاجة بتميز المكان petron house اللي هو باب راج الحمام مشهورة هناك في السيوة there are lots of وفي هناك كثير من كثير من ايه oh palm trees palm trees اللي هي النخيل اللي هو النخيل البلح اللي فيه الطمر زي ما احنا شايفين اهو we also have عندنا ايه كمان the great sand sea اللي هو ايه the great sand sea اللي هو بحر الرمال الاعظم هارفينه طبعا there are كمان عندنا hot and cold springs of water عندنا اه اللي هي ينابيع المياه الحرة اللي هي السخنة يعني والبردة عيون المياه السخنة والبردة springs of water زي ما احنا شايفين كده دي بنسميها springs of water اللي هي عيون مياه السخنة وبردة كل الحاجات الجميلة دي موجودة فين in sewa في واحد sewa يبقى ده كان مثال ازاي اتكلم عن قريتي او مدينتي يلا نشوف اهم الكلمات بتاعتنا اول حاجة مدينة الغرداء اسمها هر جادا يلا ريبيت افتر مياه قولوا معايا كده هر جادا هر جادا هر جادا شاطئ الغرداء هر جادا بيتش هر جادا بيتش هر جادا بيتش منطقة ساهل حشيش اسمها ساهل حشيش ساهل حشيش السحراء الكبرى اسمها سهيرا ديزرد البحر الاحمر السوق شارية او بازار اسمه بازار بازار كمان عندنا مدينة برايتن اسمها ايه برايتن اللي موجود عندنا في برايتن اول حاجة شاطئ برايتن اسمه برايتن بيتش برايتن بيتش برايتن بيتش كمان فيها المنزل المقلوب كمان عندنا الرصيف برايتن اسمه برايتن بير برايتن بير برايتن بير برايتن بير كمان عندنا مدجرة او محل اسمه ستور 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 مطعم راسترانت 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 او مطعم توفي جنوب ان دا ساوث او ان دا ساوث او او كلمة شيق اسمها انترستين 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 سائح تورست 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 غير مألوف انيوجول 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 رحلات السفاري سفاريز 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 صورة فوتغرافية فارو 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 خريطة ماب 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 ألعاب الملاهي جيمز نسميها كمان رايدز رايدز يلا نحل مع بعض نشوفه من ايه النهاردة نمبر وان لفز ان هورجادا بعدين الاجابة ماي فراند ماريم ماي فراند ماريم ده شخص عاقل قولنا نسأل عن الشخص العاقل بايه ايوة من مان يعني هو تبقى اسمها هو لفز ان هورجادا نمبر تو اي ليف ان اسادي هورجادا انا عايش في مدينة اسمها هورجادا اسمها دي اسمها ايه ايوة كولد او الاسم المدينة كده اسادي كولد تسمى يبقى تسمى يعني ايه كولد نمبر ثري people can go in the sahara desert ممكن الناس تروح تعمل ايه in the sahara desert ايوة السفارز اللي رحلات السفاري نمبر فور we can buy beautiful things at the ممكن نشتري اشياء حلوة منين اوه عارفينها بزارز من البزارات read and match يلا نوصل نمبر وان اي ليف ان اسادي انا عايش في مدينة اوه اسمها الغرداء تسمى الغرداء تبقى اسمها called هورجادا called هورجادا تسمى الغرداء نمبر ثو i visited the upside زرت the upside اسم the upside ايه اوه سهلة جدا the upside down house المنزل المقلوب نمبر ثري هورجادا is in the الغرداء بتقع فين اوه عارفينها the east of Egypt في شرق مصر نمبر فور lots of tourists الكتير من السياح بيعملوا ايه yes go on safaris بيروحوا ويعملوا رحلات سفاري اخر حاجة بيقول لي write a paragraph of five sentences using the following words اكتب بارغراف من خمس جمل باستخدام الكلمات اللي عندي دي البارغراف عن ايه ايوه عن هورجادا اللي هي مدينة الغرداء جايب لينا picture ها لمدينة الغرداء ايه ممكن نكتبه هنا نتعلمنا نكتب جمل قصيرة ما يعني تحاول تبقى بسيطة عشان ما نغلطش فيها ونفهم الجمل كده بالراحة احنا تعلمنا ان هورجادا is in the east of Egypt مكانها فين في شرق مصر وهو جايب لي هنا كلمة east فاستخدمها اولا هورجادا is in the east of في شرق مصر is in the east of Egypt يبقى اول معلومة نعرفها عن هورجادا is ذكروا معي الجمل يلا هورجادا is in the east of Egypt بتوقع في شرق مصر ممكن تروح تزور تاني كلمة هنا بيتش الشاطئ استخدمناها في شكل جملة كده بسيطة جدا تقدر تزور شاطئ الغرداء حوالي عدد السكان طالما كلمة people يبعد السكان واحنا عارفين انه هو كان about 190 حوالي 190 ألف كمان عندنا كلمة ده السحراء الكبرى يعني السحراء هناك شيقة جدا برضو حطناها في جملة بسيطة اخر حاجة اللي هو السياح هنقول عليهم ايه بيروحوا برحلات سفاري فين في الصحراء الكبرى نذكر الجمل دي كده بالراحة ونفهمها كويس ونتضرب باننا نكتبها لوحدنا بعد كده احسنتم يا حلوين اتمنى نكون فهمنا درس النهاردة تابعوني نكمل باقي المنهج ان شاء الله اي استفسار بعطولي وان شاء الله ارد عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة